تمر بلادنا بأزمة جفاف كبرى بسبب التغييرات المناخية مما أثر سلبا على مستوى إرادات السدود الفريق الإعلامي لذاعة الحياة أفعام تحول إلى سدي سيدي سعد والهوارب مش ناخد أكثر تفاصيل بالنسبة للطاقة القصوى للسد سيدي سعد هي 135 مليون متر مكعب حالياً فيه نسبة 23% حوالي 32 مليون متر مكعب بالنسبة للأمطار عنا نسبة 44% بداية الموسم من 1 سبتمبر حوالي معناها عن 60 مليمتر على 137 مليمتر معنا نسبة ضعيفة ياسر تعتبر بالنسبة للإرادات عنا إرادات ضعيفة معناها بالمقارنة مع المعدل السد اللي هو 93 مليون متر مكعب عنا 1.8 مليون متر مكعب معناها من بداية الموسم اللي هي تعتبر نسبة ضعيفة ضعيفة جداً 0.03 حوالي هذا راجع إلى نقص الأمطار ونصف النقص الإرادات عنا حوالي 4600 كتار على المنطقة الساقوية حالياً عنا نقص كبير في المنطقة الساقوية إن شاء الله مشروع أنه مش يعملوا مضخات عائمة اللي مش يضخ المياه للمنطقة الساقوية اللي كي ما شفتها فوق السد إن شاء الله وربي سهل إن شاء الله ربي يرحمنا بالمطار بالنسبة للمشروع رابط سد سيدي ساعد والسد لهوير بحالياً متوقف نظراً لعدة مشاكل على الخط خاصة في التعويذات المالية للفلاحة مبدعين معناها مشروع موقف ثم دراسات أخرى يجلب مياه الشمال على السد سيدي ساعد لكن على المستوى البعيد معناها في عام 2050 اللي معناها بدت الدراسة توا يجلب مياه الشمال إلى سد سيدي ساعد اللي مش تقوى ثم متع اللي مشتوقها في الساعد باش يودي يهز أكثر باش تنزيد حوالي توهز مية وخمس وثلين مليون متر مكعب مش يولي يهز حوالي ميتين وخمسين مليون متر مكعب باش يقع التعليق تسد باش يودي يهز ماناها تاقة أكبر ملي موجود توهز الإرادات بداية غلق السد خطرش السد ما نسكروشه بين عشية وضحها نسكروه عند انتهاء الأشغال النهائية هي سنة 1989 الأعلى ارتفاع المنشوب العادي الكود ميتين وسبعتاش هذي الميتين وسبعتاش هي الإرتفاع العادي للمياه الارتفاع الغير العادي للمياه تتغير الكود الميتين وستة وعشرين الهدف السد الرئيسية هي توفير حماية معناتها ضد الفيضانات من المدينة القيروان هذي الهدف الأول الهدف الثاني راي في الظروة متاعه 200 مليون مترو كوب أذية في الظروة البيهاش ايه وفي العادي تقريباً توه الآن فما 85 مليون توه فيه اليوم 570 ألف بحكم الإنحباس متاع الأمطار وعدم وصول إيرادات التي تغذي للحوض المائي لسد عنا توه السنوات الأخيرة الشح في المياه وبالتالي الشح في الإيرادات معلومة عند العامة وأنه فيه فويت سد لهويرب ما فيه شو فويت عنا لابوي دروات متاعه اللي متكونة من جبل لهويرب ولابوي قوش اللي متكونة من جبل عينغراب والفاصل بيناتهم هي هو الحاجز الرئيسي للسد الذي طوله 2070 متر الهدف الرئيسي لولي متحقق هو حماية مدينة القيروان والرأي متحقق وبصيفه متواسط عن طريق المحطة الثانوية للسد اللي فاها ثلاثة رواب بومب ميتين وخمسين لتر في الثانية ثلاثة بومبات هذو ما وحفرنا سنتاجات في داخل المنطقة باش يزودوا للمنطقة عنا توا من تسعة وثمانين لالفين وثلاثة وعشرين تقريبا 33 سنة استغلال السد ما جربناه شو مية في المائة اللي سنناها مرة واحدة سنت في التسعينات سنت عبعة وثمانين ستة وثمانين جونا خير ربي إرادات سنوات ممترة أو سنوات كذا وصلنا للمعدل ما فتناش المعدل لم نتجاوز المعدل وبالتالي السد طيلة السنوات من تسعة وثمانين لالفين وثلاثة وعشرين لم يجرم أقصى فوليوم عنا أربعين مليون متر كوب مع العلم وأن كل يوم بل الساعة السابعة السابعة ناخذ المعطيات الفنية الأمطار الإفابوراسيون إرادات الداخلة الإرادات الخارجة منسوب المياه ناخذوها قياسات يومية نادية تتعدى كل يوم السبعة متعة السباح للمندوبية وللوزع ومسجلة من سنة تسعة وثمانين لالفين وثين وعشرين عنا كل شيء مسجل تهاتلات إرادات المخزوف في السد بعد الزيارة الميدانية التي قام بها الفريق الأعلامي لإذاعة الحياة أفام إلى سدي سدي سعد ولهوارب للتعرف على وضعية المائية بعد انحباس الأمطار ونقص كبير على مستوى إرادات السدود حابنا ناخذ فكرة فنية بتابعة الحال حول هذا الوضعية ونحن نعرف أن تونس مقبلة على نظرة المياه بعد انحباس الأمطار أكيد أنه التغييرات المناخية التي تشهدها البلاد التونسية في السنوات الأخيرة أثرت معناها تأثير كلي على القطاع الفلاحي بصفة خاصة السنة الهيدرولوجية الحالية الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين شهدت يعني نقص كبير في كمية الأمطار إلى حد شهر جانفي بلغ تقريب خمسة واربعين مليمتر في حين ويمثل تسعة وعشرين في المية من المعدل السنوي للفترة معناها نشوف أنه في الفترة تقريبا المعدل السنوي للفترة هذه الكاملة تقريبا في حدود مياه وستة وخمسين مليمتر بينما لم نسجل إلا خمسة واربعين فاصل سبعة مليمتر منذ بداية السنة الهيدرولوجية اللي بدأت في شهر سبتمبر نعرف أنه وليت القيروان بها ثلاثة سودود كبرى صد نبهانا واللي تم إنجازه سنة 1965 تقريبا 58 مليون متر مكعب بينما المخزون الحالي لا يتعدى 9 مليون متر مكعب منهم زوز فاصل 5 مليون متر مكعب بالترصبات والنسبة هذه معناها بطبيعة كما نشوف ضائلة ونعرف اللي صدنا بهانا يغطي أربع ولايات هي ولاية القيروان ولاية سوسة ولاية المستير وجزء من ولاية المادية بالنسبة لسود سيديساد اللي تقت استيعابه في حدود 154 مليون متر مكعب حاليا فيه 31 مليون متر مكعب ولكن السود هذه معناها ما نجموش طول نستغلوه باعتبار أنه ثم 33 مليون متر مكعب ترصبات بالنسبة لسود لهويرب سود لهويرب تقت استيعابه 95 مليون متر مكعب فيه حاليا 572 ألف متر مكعب وبتابة الحال غير قابل لاستغلال لكن هذا ما يمنع حش أنه معناها على مستوى المندوبية جهوية التنمية الفلاحية قاعدين معناها نبذل في مجهودات إضافية باش على الأقل نمنعوا الأشجار المثمرة بالاعتماد على أبار التدعيم عنا أبار عميقة سواء كان على مستوى لهويرب عنا 6 أبار عميقة على مستوى الدولة بصفة خاصة معناها نوليو هالموضوع هذه أهمية مطلقة وقاعدين ندخل وإحنا تقريبا معناها عديدة التدخلات ومعناها معناها مناطق قليلة نادرة معناها إحنا كانت عنا إشكالية على مستوى معتمدي العليا تمكننا في السنة الفارطة من إنجاز عدة أبار عميقة خاصة على مستوى معتمدي على عمادة صيادة الشمالية وصيادة الجنوبية قمنا بإنجاز بئر عميقة خصيصا للمناطق وهي توفي طور الإنجاز معناها باش يتم الربط البئر العميقة هذه بالقناة الموجهة لصيادة اليوم وليت القيروين نرى المعدل السنوي للموازنات اليوم معنا نسبة استغلال 233% وهذا رقم مفزع ومخيف بكل صراحة باعتبار الرقم هذا يعطينا معناه هبوط سنوي في منسوب الموعد المائية بمختلف جهة وليت القيروين من مترين إلى خمسة أمتار وهذا بتبيع شي خوف ثم ظهرة كبيرة تفاقمت بسيفة ملحوظة خاصة بعد الثورة هي الحفر العشوائي اليوم احنا اذا كان باش نعطيه الارقام نحسبه احنا على مستوى وليت القيروين عنا 13 المعتمدية الابار العشوائية اللي محفورة في وليت القيروين في حدود 10 ألف بئر إلى جانب عنا سابقا عنا مقار 20 ألف بئر وهذا بتبيع لها ما ثماش أمطار جفاف متواصل استغلال مفرط للموائد المائية نجرع لي هالشي وهذا معناها من الأشياء اللي تهدد أنه حتى الميدة مش تسجل ملوح